الحمد لله المتوحد بجلال البهاد المتفرد بدوام البقاء المتعالي عن الزوال والفناء 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 والتكليف وبذلك أصبح لبعض الأوقات فضيلة على بعض باعتبار زمنيها ووقتها أما أصبح لبعض الشهور ميزة ودرجة على غيرها على غيرها من الشهور يضع فيها درجات الأعمال من ذلك العبادات في شهر رمضان عامة وليلة القدر خاصة وكذلك العشر الأواء من ذلحج وشهري رجب وشعبان وشهري رجب وشعبان أفضل من غيرها من الشهور ثم صلاة في بعض الأوقات بصفة خاصة بابعض الانيار لطا كتا حجد بالليل كياما على طاعة الله بابعض الأعمال كي اندارو ما جلو رو لاني تقة يا تفين تالي تالو وأفضلها كلها على الإقلاق الصلاة لوقتها بابعض الأعمال من هنا ندرك أهمية الوقت في الإسلام وندرك على وجه خاص اهتمام الرسول اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان لمنزلة العظيمة لمنزلته العظيمة ولوقوعه بين شهرين عظيمين كلها من أرض للشهور بيحياة الأمة الإسلامية يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ألا توضيحها لأمته قولا وفعلا يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم الذي أقرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ولتكون تهورا مستمرا تقسل عنه ما قد يكون ألق به من ذنوب يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من لم تنهأ صلاته أن الفحشاء والمنكر يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يأتي رمضان رمضان أماتي وقد جاء بعده رمضان رمضان أماتي شهر السيام شهر القرآن الذي أنزل الله فيه القرآن والذي فيه ليلة القدر هذه الليلة تميزت بأن العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر ذلك أن رمضان يمثل في الإسلام أرفع و أقوى المعاني السامية في نفس البشرية أو في نفس المؤمن وهي قوة السيطرة على النفس أونا نترى مرانا تانسور أريي أقبارا إما موه مدانيني أقبارا إكوجانوه ميني وتحقم فيها قاسلي داريه مكوم جوني وماندالي وابوتوون ويرغامها على قبول ما لا تركب فيه مرائم سيام ياهنا نجيا ياهنا نجيا ياهنا ايه ياهدة إلى الاسول بالإنسان ياهنا نجيا ينجيا إنتاس ياهدة به إلى الاسول إلى أعلى مراقب الند النجج النفس يووا للاتipper النف الناط الحاول الاجتماع ini السيطرة السيطرة سربة 일본 ك�ك في جميع قوة الإرادة والخشية لله في السر والعال والعلانية وفيه إشعار بأن الله مطلع على ما خفية داخل النفوس الخفية يتعود الإنسان على ترك المحرمات والمunkirات من الأعمال ويساعد الإنسان على التفكير في خلق السماوات والأرض ومعرفة نفسه من خلالها عباد الله اليوم والجمعة الأخيرة لشهر شعبان هذا العام وما يكاد شهر رجب يقبل لا يكاد ما يكاد يقبل ومن ورائه شهر شعبان إلا والناس ينتسمون عبير شهر رمضان يتنسمون رمضان رمضان الذي فرض الله سيامه وسنلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيامه وفيه من الغير والفضل ما ليس في شهر سواه وقد أنزل الله فيه القرآن القرآن صلى الله عليه وسلم هدا للناس وبينات من الهدى والفرقان ذلكم الشهر الذي يتبع الأمة على وحدة المسونة يعني يصبح طبيعاته على وحدة المسونة هذا العام اشتركوا في القناة 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 من تقرب فيه بخسلة من الخير ومن أدى فيه فريضة يعطون سبعين فريضة يوسيقى ومو شهر الصبر وصبر ثوابه الجنة الشهر المواسط شهر يزاد في إرزق المومن شهر يزاد في إرزق المومن من أفطر فيه سايمان كان مكفرة لذنوبه وعيد لرقاته من النار شهر يزاد في إرزق المنطفين شهر يزاد في إرزق المنطفين سالو يا رسول الله نحن نبي صور عديني لانتوا عبدي ونواني عتشيي يولو ليس كودونا يجد ما يفترو السائم علي بي أنت صอยو بو كمن فوا اغلاء و كمن فاء لعم وكن ما تفزيو كن ما تكون امن كقم وكو الله لو لو كنفي سيبي وانا بوعدا ونواني يلو كنما بان نبي اتكريا نبي ني يوتي الله هذا فتواب من من عطر السائمن على تمرين أو شربة أو شربة مائن أو ماذا خطي لابعني هذا الشهر شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عيد من النار بمثلي هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد أصحابه ليكونوا أهلا لستقبل هذا الشهر لستقبل هذا الشهر هذا الشهر الذي تتنزل فيه رحمة الله أصحابه 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 لأنه الشهر الذي خصى الله بليلة القدر الفريدة بليلة القدر الفريدة لذلك أصحابه بليلة القدر الفريدة الفريدة في العام بليلة قدر أصحابه 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 لذلك وتواري بفوي لتنزل آيات الله فيها واتصال الارض بالسما في أول نداء خالد للإنسانية متمثلة في نبيها الكريم ورسولها العظيم سيدنا محمد بن عبد الله وكان من فضل الله على هذه الأمة أن أعطاء في رمضان ما لم يأتي في شهر سوى فقدر والبيحكيو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم تيت أم تي في شهر رمضان خمسا لم يعده لأم نبي قبل أما الأول فإنه إذا كان أول ليلة منه نظر الله إليهم وما نظر الله إليه لا يعذبه عبدا وما ثانيا فإن الملائكة هل تكفر لهم كل يوم وليلة أما الثالثة فإن الله يأمر جنته ويقول لها زيني لعباد الصائمين أما مورا كالة أما رينوواتياراي كالة أما تورايش كالة فاوان روميدوان بااوانå يوشيك أن يسريحوا من تعب الدنيا إلى داري يوشيك أن يسريحوا من تعب الدنيا إلى داري إلى داري وجرامتي أما الرابعة فإنهم يمسونا وخلوف أفوائهم أطياب عند الله من ريح المسك فإنهم إذا كانت آخر ليلة منه غفر الله لهم أجمعين إلا أهي ليلة القدر يا رسول الله وللا لكن العمالة لكن العمالة يقضوا أعمالهم يقضوا أعمالهم يقضوا أعمالهم وفو أجورهم عباد الله فما أحرى المسلمين اليوم وهم في يقضة من يقضات الحياة أن يتخلصوا من رواسب الشهر والجاهلية أن يتخلصوا السيدة أن يتخلصوا من وفو أعمال من ذلك أن يتخلصوا بال slang أن يتخلصوا بشأنك يتخلصوا بشأنك وفو أجري ويطرد من المتوات الذي يتخلصوا به كل شيء من يجعلهم كان يتخلصوا بمشكل لهم وربما وربما تابعو الوصول تابعو الحرا هو عمالة ان لا معным تب Mashiu ودامو ميجيزة اگراء وضعون وان يستقبال شهر رمضان بأمجاده وتراثه وأن يجعلوه موسم خير وعمل وجددون بي حياتهم تتكون حياتك فاح وخير ومثمر وفلا يكون شعارنا ليس الإيمان بالدمني وليا عبادة وليا عبادة الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يكفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وفارك عليه وعلى آله واصحابه ومن دعا بدعوته إلى أن يفع الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارسي أما بعد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القرب وينهاء الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فأما من طرأ وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم لي المأوى وأما من خاص مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيانا مرساها إما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إما أنت منذر من يخشاها فأنهم يوم يرونها لن يلبثوا إلا عشية الأرض اللهم هذا آخر جمعة من شعبان لا تخرجنا من شعبان المبارك إلا وقد فرجته مومنا اللهم ما جاء جارينو شعبانو يلا لا يجدوه كوكو جمبا وانو جا تندامو واتمتو كامو اللهم أبو يجوه وغفرت ذنوبنا اللهم أبو وفيت نيش وكي شعبانو يوتوتانو وجبرت قلوبنا اللهم أبو مصلاو كان واجن سيقاياري وشفيت مرضانو وَعَافَيْتَ مُبْتَلَانَ وَرَحِمْتَ مَوْتَانَ وَرَفَعَتَ أَنَّ الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ اللهم ارفعنا ولا تضعنا وَرَفَعَنَّ وَلَا تَدْفَعَنَ وَرَحَمْنَا وَلَا تُعَذِبْنَا وَفَرْجَهَمَّنَا وَقْشِفْقَمَّنَا يَا رَبَّ عَيْمِينَ وَلَا مَظْلُومًا إِلَّا نُصَرْتَ وَلَا ظَالِمًا إِلَّا قَصَمْتَ وَلَا مَوْتًا إِلَّا رَحِمْتَ وَلَا حَيًّا إِلَّا غَفَرْتَ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الْتُنْيَا وَلَا أَخِرَةً إِلَّا تَرِضًا وَلَا نَجِيهَا صَرًا إِلَّا رَحِمْتَ وَقَفَرْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَفُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَلَا نَجِيهَا 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 وَلَا نَجِ